موسيقى هل هناك شعور أكبر من الحوم؟ فعلاً لا تكتش تشوف الفيلم تتعارفة الآن الفيلم بيحكي عن ثورة منسية بيحكي فعلاً بالحفظات عن ضربين بالسبعينات اللي هني كانوا أهم حدثين صاروا ضرب بمعمل غندور وانتفاضة مزارعين الطبخ بالنبطية اللي فيك تقولي أنه كان بوقتها كانوا مثل جزء من موجة كان في بوقتها عن بعض الناس طبعاً أنه أحساس أنه هؤلاء الانتفاضات هيودوا لثورة وحيكون في تغيير بالبلد وطبعاً اجتمعوا فيهم بمظاهرات وإضرابات الناس من جميع الطواقف على مطاليب مشتركة رح مشوف سواء تيرير الفيلم ومتابة الحديث رجال كانوا قدامنا والنسوان كانوا وقفوا على البوابة ومكروا يخلوهم الجيش يفوتوا جوة البوابة قالوا يا عمي النسوان تفوت بيحترموهم أكثر أتمنى نفس الأول بعد الرجال وفادت النسوان بلشوا فينا بكعب البوارات مالي نقلتي وقع أحداث صاروا بسنة 72 قبل الحرب اللبنانية هل ممكن هالمشاهد يلي شفناها ممكن نرجع نحس فيهم من جديد بينطبقوا على واقع معين تكرر؟ هلأ هن شو هي أوجه الشبه يلي نحن هلأ عايشينا واثنين وسبعين يلي عم نشوفها هلأ نحن فيك تقولي إنه الحالة بالسبعينات بأول السبعينات مثل الثورات اللي هلأ صاروا من سنة الألفين لها هلأ بكل المنطقة بلشوا هنجد كثورات شعبية ومتاحوا جزء كبير منهم بحروب أهلية فوضع اللبناني بالسبعينات كثير بيشبح الوضع هلأ اللي عم نعيشها بكل المنطقة فأنا بتمنى من هيدا الفيلم إنه شوية إذا بدك ينشر توعية مية بالمية ونتعلم منه لأنه ما بنعرف تاريخنا فعلا بنفكر إنه نحن نحن اخترعنا شي اسمه الندال أو اخترعنا شي اسمه الشغل السياسي الجديدة أو بطيارات السياسي الجديدة بس فعلا لا يعني فيه تجارب قبل وفيه اشي هنه فشلوا فيهم وكمان فيه اشي نجحوا فيهم فلازم نحن نشوف تاريخنا حتى نتعلم حتى نمشي لقدام الفيلم رح ينعرض ب13 نيسان الجمعة 13 نيسان ليه هيدا التوقيت بالذات سائبة ولا فيه رسالة هلأ هي سائبة بس بفتكر كمال فيها رسالة هنه من منظمين المهرجان إنه فعلا إنه ذكر الحرب فيه ناس بيقولوا إنه اندلقت الحرب من هيدا نهار من الإضراب غندور ومن القمع اللي صار على المظاهرة يعني الانتفاضة الشعبوية اللي عشوهية كانت يعني بذور انتفاضة أكبر بلبنان برنامج إكران دوريال رح يعرض أفلام كتير وراح يكون بحضور شخصيات عديدة برأيك شو اللي بميز المهرجان هيدا السنة عن بقية السنين هلأ هيدا المهرجان دايماً كتير حلو لأنه فيه كتير إذا بدك فيك تقولي إنه من كل العالم فهيضا الحلو اللي فيه إنه بتحذري أشياء ما ممكن شو فيه بمحل تاني ولا بمهرجانات تاني الأفلام الموجودة بالمهرجان ما منشوفها بصلاة السينما بتكون أفلام مش تجارية لا هي أفلام مثل ما قلتها يعني مش تجارية ولكن فيه ثلاث أفلام لبنانية فيمكن هوا يرجعوا ينظروا بالسينما بس ما بعرف هل انتقال الأفلام اللي حتى يكونوا موجودين عم نحكي نحن سنوياً كل دورة بيكون فيه ممكن صعوبة باختيار الأفلام هل السنة وجهتوا هالمشكلة ولا كانت تلقائية نحن عارفين نحنا شو بدنا نعرض هلأ أنا صراحةً ما كنت أنا باللجنة الاختيار الأفلام المشاركة بس بفتكر إنه كل سينة فيه كتير أفلام سوياً بالدوكومنتريز هلأ فيه موجة جديدة بالأفلام الدوكومنتريز الوثائقية 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 كتير عم تطلع اشياء مش بالطريقة الكلاسيكية يعني اشياء هيك بتشبه أوقات فكشن فأي بفتكر إنه هالسنة يمكن كانت أسعى كمخرجة وكاتبة لهيدا الفيلم قدي أخذ معك تحضير عم نحكي عن مشاهد وعن أحداث صارت بالتنينة وسبعين من وين أخذت يعني الأخبار؟ كان كتير صعب عندما اشتغلت عن فيلم شي 8 سنين بين بحث وتصوير ومونتاج كان صعب لأي الناس الشخصيات تعال الفيلم لأنه بمعمل غندور كانوا هني أغلبية اليد العامة اللي كانوا نسوين بس تعرفين بسبب الحرب والنزوح اللي صار كتير كان صعب لقي ناس أول شي هون نسوين اللي شاركوا بالإضرابات والتاني شي إنه النعون إنه يبينوا معي يعني إنه يتصوروا أو يحكوا معي فبفتكر إنه بيخافوا أو ما بعرف وكان صعب كمان لقي مواد أرشيبية ما في ولا صور ولا ولا فيديو ولا شي تشجير يعني أنجأ في كتاب بيحكي عن هول هلأ مش إنه في شوية كتب بس إنه ما كتير ومثل ما أنتم بتعرفوا يعني قليل ما بنعرف عن هيدا التاريخ فعن هؤلاء الأهداس فإيه طبعا وجهت كتير صعوبات حتى لقي المواد داع الفيلم بس أكيد حلو كتير إنه نرجع نتابع كل الأحداث اللي صاروا من حوالي أكتر من أربعين سنة وحضرتك عم بتضوّع اليوم نتمنى لي كل التوفيق الكاتبة والمخرجة ماري جرمانو السابق أهلا وسهلا فيك شكرا مشاهدينا نحن متابعين معكم باقي فقراتنا وضيوفنا بعد البريك انترونا